رجعنا من جديد سبور ميكس للجوز الأول من حسن تهن هاليوم بطبيعة كان فهمة شوية مشاكل تقنية تعديناها ونرجع ونحكيه بسرعة على مقابلات الجولة التاسعة من البطولة مع مروان تيرز أحمد الصالحي ذكر الواتي وكذلك مالك رب القاضي مالك قنا نبدأ معك أنت فقط استنتاجات عامة حضرتهمنا بخصوص الجولة الجولة النسبة تهديفية كبيرة بصراحة مقارن بالجولات السابقة تقسمت الجولة بين نار جمع ونار ثبت نار لحد بالنسبة للجمع والثبت بوروز السيق اليسرى كما نشوفه في الجرافيك معناتها تقريبا الاسيست والبونتويت بريسك الأغلبية متاحهم بالسيق اليسار هذي عنا برش عليها وتنبعد مروان تيج يزيد يحكينا على السيق اليسار وبالنسبة للنار لحد أنا سميتها الجورنية بالتبعاء والماتشويت نتعانها لحد هو ترحل الزائرين معناتها بوروز الزائرين كما تشوفوا معناتها الإتوال والسطاد والمستير تقريبا معناتها ملخصات الجولة مبعد في انتظار مبعد نعمل وتاناليزه بالفيديو عن بعض المقابلات بي خلنا نبدأ مع كنتي ذكر نحكي لنا لفريق اليوم المقابلة مع مستقبل السليمان بل مقابلة لفريق اليوم بعد ثمانية جولات فصدات الترتيب معناها بداية ممتازة للفريقي في الموسم هذا بالتبعاء بداية ممتازة والترتيب بالنسبة لي في الفترة هذية تقع تعصى الترتيب ممتخممش عليه برشا لانه الفاصل وتوره بالنسبة لي انه تكون قريب في المرتب الثياثة الأولى والفاصل وتوره اللي تأسب الترتيب اللي هو في الفاصلية تبدأ تحذر في الفريق متاعك بش في الفاصل وتوره يسهل لك لكل شيء المردود معناتها شفنا اللي الناس كل كانت متخاب وفهم الفريق يقول لك ما يلعب كان بجماهير متاعه وصحيح معنات الموتيفاسون تاج ومور الكلوب ما تتوصفش بالطريقة اللي 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 عبادة تعرفها لانه اللي يكون في الترتيب واللعب في الكلوب يفهم شمعنتها ببليك وراه مع فريق سليمان عنده مدارب شاب عنده فريق ممتاز كانت الاغلبية كانت خايفة مباراة ينجموا يقولوا اللونتام دماتش والدخول المباراة سليمان ما كانش بها ينجمان نقول لك لا بالعكس نقول لك كانت فما برشة كيما في الهدف له فما برشة خبث من ايت مالك خطرا نوعا ما نوم المدافع ومبعد رجع ليه الفريق كان ممتاز الحاجة اللي كانت خير واحسن اللي هو ديمة في العالم مجمع ومالك يعرف التهديف هو الكل قدمة مركي قدمة تكون ستابل قدمة تكون تخدم على المستقبل نجموا يقولوا جوزها داف قبلة من الدفريقي فما بالنسبة ليانا غياب المدافع الليبي بصراحة في الدفاع الندفريقي كيغيب هو تولي مع الستابل الدفاع لانه طرق مدافعين ممتازين لكن هو شيف دوركيستر اللي تالي وباهك يتقبل الهداف وانت تكون ربح مش تعرف اغلاطك ما تشوفش المشكل ما كانش في المحور اكثر من اللي مثلا البيفو خاصة في الهدف لول غياب التغطية الليازمة على الملعبية لتعطي باس اخرى نجم صحيح صحيح موجود الغلطة هذي كانت موجودة لكن دي ما شوف المحور الدفاع وتاج او العب في الدفاع ويعرف كيكون عندك اكسيال يتكلم مليح ويوصل معلومة مليح وفايق فايق فايق بيتم معنى الكلمة وانا اعمل اللقطة اهو في صابت موازد حسن ما انت لازمها برشة خبرة باش مخاليش يشوف ساقه معنى فايق افار كورة فايق افار اللي هولا عنده في سقيه ساعات تلقى اللعب متوسط في سقيه وفايق تستحقه من جميع مش ناحية هذا عنده زوز معنى ومن حقه المدارة باش يردحه باش يجرب باش يدور ليفكتيف هانا قلنا ما قلنا التغييرات برشة تسير هاو عاو تصار التغييرات والمردود كان ممتاز معه فاريق سليمان كان ممتاز جدا مدارة بتاعه بصراحة ما خافش العب عالي ياسر من اللي بدأت المباراة حتى يقبل الهداف قاعد يلعب في السيستام هو بيدو صار باش اقلق النادي الفريقي لكن الحاجة اللي تحسنت في النادي الفريقي اللي ولا شانجمان دريت اللي ولا بلو رابيد من الوسط للهجوم اه اربع هداف ممتازين عنده مدة نادي الفريقي لمستجدش الهداف بالنوع هذا اه ماشي في خطاة ثابتة والمردود ممتاز جدا بالنسبة اللي انا ممتاز جدا ممتاز جدا ممتاز جدا ممتاز جدا ممتاز جدا ممتاز جدا المستوي انت عملنا بلاتو في مدريد واسمك خيخون وانا اسمه باش معاتها مبالغ فيه ممتاز جدا مبالغ فيه ممتاز جدا متاع جمعية اشتادت جمعية اخرى غفل ستة خفزة بلايش ممتاز جدا مقوله مردود ممتاز جدا اللي هو مربوط بالنتيج واللي هو في التغيرات اللي تحكي عليها الناس الكل يقول القاعد يدور في اليفكتيف الفريق ممتاز في الوقفة واللغلاط موجودة في السيتي في البرسة في الريال انا واحد من الناس المردود ممتاز جدا كيف سواء نحكي عن نادي افريقي ولكن نفس المبارات او باش نحكي عن بعض اتحاد المونستيري او نعرف او باش نحكي عن النجم السعلي زادة باش نقول ببارشة كلها ممتاز جدا في نحكي عن المبارات تسعين دقيقة ذيك بي ما عاش خاني اخو لك تويفقوا احمد في ممتاز جدا خاصة لا لا ممتاز جدا حتى البرسة والسيتي اللي حكيت عليه وقبل ما يسجل النادي الافريقي قبل ما يسجل النادي الأفريقي معناتها ثلاث هداف اللي في عقلية دائما اللاعب التونسي أنه يسجل ثلاث هداف ولا زوز هداف دائما تقعد في ذهنته وأنه يحافظ على سكور أكثر من أنه يدعمه الملاحظات الأبرز بخصوص النادي الأفريقي أنه ما زال المدرب يبحث على التشكيل يعني المثالي قبل 11 هذه اللي هو ما يزمن يرعب وشك ماتش هذه اللي ربما ما ملقاش المدرب لحد أنه يفقك شبرشة أحمد خاطر حسب تصريحاته يقولك موش يبحث ما يقولك في استراتيجية متاعه في الفلسفة متاعه عنده الطريق يحب الملاعبية لكل كونسرنية تثان عشر لاعب حتى لطول من بداية الموسم المثمنتاش كأنوا أساسيين في الفريق معناتها ليس مدرب قاعد يلوج مدرب هذيك الفلسفة متاعه يحب يبدل كل ماتش بون ناشحة فاشلة هذي تحكي فيه هاي لا اكيد احنا مش مش نجي وتعونا على الموبيتوني كيفاش يجيري ليفكتيف متاعه اما احنا نحكيه في المطلق وفي اللي معناتها انتلاقا من اللي نشوفه فيه معناتها في العالم وفي كورة القدم انه دائما من المستحسن ومن الافضل انه فما تكون عندك حداش انت من اجل خلق اللحمة والوتوماتيزم والملاعب حتى قبل ما يعطي الكورة يعرف ملاعب اذا كيف يتحرك هاي حسب شكون من الافضل ومن المستحسن معنا حسب شنوه حسب اللي قاعدين خبرتنا اللي نشوفه فيه معناتها عالمة العقود في كورة القدم ما تشوفش انه نخليه يكمل يخدم بالفلسفة متاعه بعض يكون تقييم سواء ليه وإلا عليه لا هو دجاه يخدم على روح هو احنا راوكي نحكيه لا ننعرق له فيه لا ننبر عليه لا ندبر عليه 師ح نحن نحل له يش تعطيه وراينا وراينا هراه هو ملزم حتى الحد وراينا معناتها ما هو شراهيه بضروري علمي ولا هو مجرد راعي اش حبيت نقول لك ياحمد قلتك ما دام نتيجة ماشية معاه معناها هو صحيح اكيد احنا تعودنا اكيد تعودنا مداري بيكون عنده تشكيلة واضحة فيبتة لكن هيدا عنده فلسفة أخرى النتائج ماشى مع النادي الافريقي الى حد الان. اما ما وزال ما وصلش النادي الافريقي الى مرحلة انه كل منافس يحطوا في تركينة. ما يخلطش اصناع. هاي لا هان يقول لك احنا قاعدين القيم وفلي موجود. حتى سيزوع. شوفت حتى تزبطول النادي الافريقي. ما تخلطش ربه موش سهل. كيفاش كانت كيفاش وليه. مش سهل صحيح. ما انت تنجم بتحكي على الفين وسبوع عشرية. ليه علاش ينجم النادي الافريقي من الاربع خمسة جولات اخرين. ما انت. نحكي على تحط جمعية في تركينة. راوت. مش ليسال يحط جمعية في تركينة. رزم يكون عنده فريق. آآ آآ 18 انجور يشبه لبعضهم. فنيا. هذي. عالك 18 قرابل في المستر لبعضهم موجودين. انا واضحين. انا واضحين. انا واضحين. النادي الفريقي انا قلت عليه ممتاز جدا. نحكي على مباراة البارح. اللي هانا نجي نعملها لتحليم بتاعها. ما غير جماهير. لانا النادي الفريقي روء عنده جمهور يأثر بطريقة غير عادية حتى انت متوسطي ربحك به. كيف ما نجمي كل العكس. البارح في مباراة مستقبل سليمان والنادي الفريقي كانت ممتاز جدا على حسب الاختيارات اللي عملها. على حسب انتيجة. عندي ما كي ما تقال لك سليم. نحكي ولا انتيج. على الاربع طنين انتيجة. ما نجابش كله فريق مش انتيجة. اما النادي الفريقي بش نكون واضحين. مزيت ما خلطتش بش حط فريق في في تركينة. لازم هتكمل السيزان هذي. تزبط لها متهزش بالنفس الفريق بالنسبة المدرب. يتكمل للاخر. الفلسف متاع مدرب كل مدرب. عليش اح كي وعلى غورديولا. كي يبدو عنده فلسفة. والله نبدو شي يخينا له. هذا فلسفة قاعد ناجح فيها. يدور في الفكتيف. ما هو شعن في مزايا على الناس. اللي قاعد يهبط. قاعد يعطي في مردود. كما يعطيش مردود بش ناحية. خطر ما يكبر في عينه حتى حتى في التمارين فسر له. قال له مراني انا هذي فلسفتي. اللي يكون عنده. وفم عجوخ سيزان طويلة. هاو البارح مثلا ربح خمسة اه ستين دقيقة رتح اللاعب الليبي كان في المنتخب عنده يسابق ربح ونجح فيها. كانت ناجم يكون سليمانت مركي دو زيرو. راني انا اليوم نحكي. ونقول ما كروش نحن لعب اللي. خلي كامل تعطيك مالوين خلي كامل. اه بالنسبة للملاحظات الاخرين. هو لازم على النادي الافريقي انو يحسن خاصة في مستوى التغطية في وسط الميدان. انو يكون المليوت تهرام بتاع النادي الافريقي. اكثر اجريسيفيتي. انا مثلا اتساءل علش مجربش لونطر الهور مثلا في ماتشواتي احمد خليل ومعها سيمي كولاما. انا والله على ذكر احمد خليل هو المدرب الفرنساوي. ويلاعب اللاعب اللي يستحق. اهو يلاعب في احمد خليل. اللي احمد خليل تقريبا فئة كبيرة من الجامعية. كان مرتقورة واحد. ليه. في المباراة اللي خليني قاد يلعب احمد خليل. مش يلاعب فيها على سويديني ولا شعر واصل احمد خليل. ليه مش نعطيه احنا دائما ديما عنك لانجراتيوتود. ما نعطيهش حق لعبات. احمد خليل هو المدرب الفرنساوي يلاعب فيه. وهو تيتولير وهو يلاعب حتى قبل اللاعبية اخرين. وقايد فريق وقاعد يقدم في الرند مو لازم يقدمه. حاجة اخرى انا عجبني مثلا اللاعب ما كوي زومبي. كين زومبي. الكاليتي اللي عنده. برابور الاستراري في اللي هو يدخل العمق للهجوم. ويشوت ويجرب. شوفنا مثلا مهاجم يجرب مخارج ديزويت في البطولة المتاعنا. شوفنا واحد يشوت مخارج ديزويت. ما دائما حكيت على كين زومبي. مالك حضرنا حاجة على كين زومبي. شنو عدنا بغضبط ميت. قبل ما نحكي على كين زومبي. نحن نتفعل في الملاحظة هذي. راهوا فما دي شواء ولا شي ما تكتيك. والجموش نعرفهم. نحنا بحكم الجمعة كاملة بكلام بيتوني. هو حاجة ايجابية لي يخدم على السومين كاملة معتها. يشوف الرند مونت على ملاعبية. ويشوف اللي زاد فيرسير بتبعها بالسيانس فيزيوناج. ويشوفه اللي بوان فور ولي بوان فابل. هذا يخدم عليها هو وقالها ديجا. بيتوني بالنسبة للتدوير اللي فيكتيف هو حاجة باية وخايبة في نفس الوقت. خايبة بحكم المنطالب على الملاعبية التونسي. ديجا شفنا الماتشوات اللي راتيتهم لكلوب. نحكيو عن الليكسوات ما غير ما نقصهم من ريتا على جامعات الاخرين. اللي يدخلوا في كل. كل ملاعب يحب يعمل تلمون معلتها مش ظامن بلايستو. كل ملاعب يحب يعمل إكس بلوها واحده يمشي يخمم في عنده فيديوية الكتر منه يخمم في الكولكتيف. دونك يمكن تجب تضر لكلوب صورتو اللي تعايت مالك وصرار في وشو دونك يمكن تجب تغيب زالوني في ماتشوات. نلجع لكلوب افريقان بالنسبة لي غريسي فما حاجات بداخل نجمو نحنا مثل من بعيد ما نشوفهم شمليح. لي غريسي واللي بيرا وعلي يوسف عندهم دوك 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 دو كرطان ينجمو ياخذوا تروازياء ميلعبوش طرح البقلاوة ينجمو يكونوا خمو في في. وكيهبتوك يهبتوك يأقل تنصير. اي دي من الاخوية. وكينا قريب برشا من الكرطان وعليوس. انا ا إنه هذي اللي منش به يرتح جوار ترتحوا كل مكان ليش في الفايدو ماتش ينخد كي نجم يسير أما ترتحوا تهبتوا عشرة دقائق نجم يتاكل وصفت ينجم يسير ينجم يلاعب تلح البقلية مثلا ياخوا كارتون تلح البقلية تلح المثلوية ميلعبوش باش يكون حاضر للدربي خلني أوزع كين زومبي كين زومبي كين زومبي خللو نربع بمعظم عندك مزامبي كين زومبي وفيليب وليكونزا اللي مشى الاتحاد العاصمة وجوال بايا اللي مشى الجيش الملكي وفيليترا وري مشى البوتولة اللي باي الملاعبية ذوما برزوا في الكاف 2021-2022 ومبعد في الشامبيونز ليغ وفي السوبر ليغ كونتر الويديد والاسبرانس نوك كينزونبي الكاليتين متاعوا البروفيل يليي معتا إليي قوش يلي درواء قويش يدخل الانتريور ديما يخمم في الاسيس دي حتى نشوفه الاستات متيعه نرقاهه اكثر مليعبي فيه مازمبي عامل اسيست وم بلوس اللي كي جي متيعه مربوطة بالرنطموم تعيكيب كامعة اللي كي جي اللي عملته الهدف المتوقع على مازمبي بريسك اكثر من ستين بالمئة مشاهم فيه هو ومامتا خرج جوال بايال بوتر في بطولة الكونغو بالاسيس بالاسيس متيعه كي تسمع الاسيس تقول هذا معتا رجيسير دومي تيران لكن هو الاسيس متيعه معتا يدخل الانتريور ديريكت يعمل اللي كروس متيعه وصورتو معانتا يجرب برشا مع الكاج وخدم العليه هذا معانتا يلوج برشا عالتير للكاج ومامتا ديما نحس وين الرجيسير متع لاتاكان فما الرجيسير تحس ويلعب الكوليكتيف اي ابل دوبال واي مليعب يطلب بروفوندور يعطي هو يركز برشا لاتاكان وانا نتوقع فيليب كام زومبي بتبع الدوبلي اللي مركيها بش تساهم في نجاح وهذه قوة المليعبي دجا فيليب كام زومبي عنده خبرة كبيرة مقارنة برشا ملاعبية في الناد الافريقية لاعب كاف ولاعب شمبيونز ليل لاعب خمسة سنوات عامل قربة اعتقد لا لا عامل خمسة سنوات توتيلير ماتشويت الكل عامل قربة خمسة ماتش كوبدا فريق بالضبط ومعانتها بش تلقى بالمواصفات هذا في عمره وهو سعيب وانتي قلت بيتر هو الازاسيست اكثرية الازاسيستي اللي تورج فيه في مازمبي كي يدخل كي معمل البارح برشا دوميات مركيت معه يجي وان كورس حظره حظر له منكورس جيف رابطه دجا هو اللي ساهم في خروج جوال باية الجيش الملكي وفي ليل تراوري للبطول الليبية دونك هو الكاليتين متاعه هذيك كي مخدتك يعمل الكراس قوي برشا في البلاريتين سيرتو نحكيو على البلاريتين الكوريرا دوه ولكوفران دونك اهمية متاعه فاش الملاعب اللي يبدأ اكسبرينس كي مقال خويا ذاكر الملاعب اللي يتعطيه فرصة يستغلها دجا بارش يقولك ديفيه ديفياسيون كي محكي حتى المدرب بتاع السليمين قال تير ديفياسيون وليهنى بشو الوليون شخصا وليش ان تحكيو على شخص الصمس المستخدم هو جرب عمل التير متاعه وزارت ديفياسيون دونك اذا هذي النقطة فليب كان زومبي الكارzoين بين ماركة دوبلايه حين ان تحقيق كبير برشا بالنسبة بدوني و تخلف الموضوع على طول كما يقولوا بالمصري و إن شاء الله و رينا مردود إسرار فيه كابت؟ بالضبط إسرار فيه و ريكسيون خاصة بعض الهدف كان في خدمة دفاعية ممتاز و ريكسيون تاع الإسرار فيه بعض الهدف يا كابتر معنى تتحس و حبي يوصل الرسالة شوك مو تعالى عمالي شوك مو حتى تتعرض لانتقادات شديدة أحمد و تيج و باش تتصعب على المدرب أكيد كي زومبي ما عاش نجم تاب باللوشيك ما تشجي يكون تتولير إسرار فيه وره حسن نروح و معنى هذا كل فيه سالح ننجي الفريق ليه و انت يشوف ذكر تو هو كي زومبي جي على أساس ليهو بشي الكونكيرونس بتاع إسرار فيه كونكيرونس بشي ما نحصوك تزوز كونكيرونس بشي ما تقول من اللي سالح الجمعية الجمعية باشر انت يشوف اسرار في عنده مودة ما مركيش مركة كي زومبي مركة سرار ليش قلت كيفي صالح ننجي الفريقية يا ذا كله حاجة يجيبيت حاجة يجيبيت رغم فماش كي مقيمة قيم كنتون تحكيوا على الإفكتيف و قلتوا عندها إفكتيف ريش اليوم باهي للجمعية اليوم حتى يغيب واحد يعاوض واحد كلها تبدأ كيفكيف مزيت ما خلتش لإفكتيف ريش احنا ما قلناش الإفكتيف موجود كان تلعب مسابقات أخرى نادي الفريقي بالإفكتيف في المراكز كل كي تحكي اليوم 18 جوار مشارك في البطولة بعد 9 جوار ريال جرس المدرر اليوم نادي الفريقي كما قلت انت اليوم احكيوا على فريق بيانسور ممتاز اليوم الأرقام تحكم احكيوا على فريق أفضل خدك وجوم اليوم في البطولة واحصل خدك دفاع متنجا مش كون أحلم البداية ذاير تنك اليوم الأرقام موجودة تنك اليوم براي في الثقية صحيح لذلك صحيح ما زالت نفس التويل للشمبيونات ملاعبية صحيح كي تجي تشوف ذاكر راو اليوم كن الريزولتات ممشيت معنا دي الفريقي كونا نحكيوا أحاجة أخرى بيانسور راو كي تاخو الريسك الدور خاطر احنا كجواري تنيدي الفريقي راي تلعب ميش تلعب بربع وحد اليوم ليخالي الإفكتيف على عكس الإسبرانس اليوم كيما تشوفوا تلعب تلعب تشمبيونس ديك نورانو ووقت اليوم صحيح جزيت الريزك اليوم صحيح باعتك شوفت اللحمة اليوم في الفستير حتى بعد الماتش تشوفت كيمالي على البنك كيماليى يرهن وهذا هو اللى يخلي الكلوب صافية هلش ريزك؟ هلش ريزك؟ شواء كقال لك اخيارت مدر شوف احمد حامد هو شواء ما يتقييد ريزك هلش تقولوا على شريزك؟ كيف وصل الفكر؟ ماذا انا مشيت للريس خاطر اليوم الريس يلتاويت تنكو هي ماشي اليوم تنجم تحكي على حد شي تقول خلي المدري بيخدم على روح اما نحنا كم لعبية تلعبني مات جمع جيم تلعبني جمالي مادة تلعبني جمال الجوار موشي القريط منتاعه احنا في اليتوار كي هزينا شمبيونات مخذيني هج دورة ليفكتيب ثمانة عشر جوار عكس حتى كما دورش لفكتيب وسنى هزينا بوطول وهزينا كاس ولعبنا عالكاف في ثلاثة سنين فوزي بنزارتي عنده حتشن جور متناخهش يعمل في اي ماتش معناها مااناوين انتي مدري ونمت لانه مدرب انا كراي هاكي طوك انتي ماشي يا معاناوين ورب يبقي عليه السطر طوكو ماشي معاك من أجموش نكلم ونقوله كلم آخر خات القتل يتوى احنا لازم تشكيلة واضحة باي هاو الكور انتي باركزون بان نخذك ليفر بول هاو ها بتحب باني بعد او البعيد كيف اهمني معا او لا ذد بفمتك اشخاط طوكو تقول الريزولتان متنجبش تحكم عليه فمتعر اش نقص دينا طوكو الريزولتان ماشي مانا هو صحيح وانتي يغال لا فهم حاجات اللوجيك بتاع الكورة اللي ملاعب يمضى بيكو الجمع يلعب يقولوا بعدين شريت مربع واحد رابش دور اللي في كتيف واليونكي تحب تشوفوا فرجة لازم لعب بلعبية وسنة في اليتوال نلعب واعامين مبعضنا واللي تفمى اللحمة الوتوماتيزم في اليكيب محسرتو بالوتوماتيزم ني خسرنش يا ذاكر دقيقة بربي دقيقة او تخلي كمي تعطيكو هو معروف فلسافة فوز اللي بنزلتي عاندو غير باطنش ملاعب يلعب صحيتك ريت اللي طوال وقتك كانت تربح كانت تتوري برشا كورة كانت الملعبية الساعاتينا منخزرش مثلا نجاز حمزة الأحمر نعطي باسوا عيني بغمضة نعرف صاحبي ونوحة موزر الماروين جوزت حاجة واحدة انت تاود مشيت الاثنية اخرى ينجم يشوف الكاليتيب بريسك قريبة لبعث معاك في شامبيونا بتاع تونس اليوم كيفي كتيف تاع الكلوب بريسك النبو بتاعوك متقرب حتى الكلوب ريتها تلعب حتى مش تقولي انتي الكلوب حتى تلعب البنك متاحها مليكيب الثاني اليوم مفهم يا عندهو في فلسفة و 18 جور سلو 18 جور الدلاجم بتعود يوريزيوتابيه في شامبيوناتوك يلا معهو علي يوسف باك راو فلسفة بتاع فوز وزارت راهي بالنسبة لينا غالطة فوز وزارتو اله غيرو 13 جور هزباتي ترويت لذاكرة مش على هو بالذات الي يلعب عنا برشة ونطورا وفي العالم موجود يحط 13 او 14 او 14 او يا ذكر فشكون يقول غالط او صحيح النتائج يقول غالط او صحيح لا فهموا كونستان و بعد لا نتائج طول فهموا كونستان الكونستان هي نتائج نهزين البطولة علي ما قولوش باهي متاع 3 جوار نهز بطولة باه غابش نسرك اوترمو خان قولوه على فوز ما عملش دو شامبونه على بعض باللي في كتفه وبيتو وعمرهم هز دو شامبونه على بعض اللهم يمشي الجماعيون يعطين هز تاوه بعد يعمل الله لا هاو هل تاوه نحكيو عالكورة وشكون بشي علي ما قولوش الفلسفة بتاع بيتوني فلسفة جديدة وتنجح ايش معنى تنجح جديدة معك جديدة وتنجح ماذلا ماذلا ها نقول لك عليش انا كنت نلعب في الكورة ونعرف ونعرف في ستير انا كنت نلقى مدرب انا قدت الروح يجمع كاملة وهو عنده يلعب لي تيش قبلي حتى يغيب السيانس انا واحد الناس ما عاش ناخد منهم يخمي على الفلوس انا البارح اللي يريتو في التيران كان جايه السرار فيه ما يتمسج جملة ما يعملش المردود اليابتو اذاك مع السططفة او انت لاحظت حاجة ذكر في النادي الافريقي يشوف ها اليوم النادي الافريقي يطاول انهزم هكا ولايه شوف انت كل جمعة ما فهماش نفس الريت تربح صحيح تربح او ما فهماش رسم تكتب الواقع يا 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 تيت الفوتبول في العالم هاو جمبي سي الفوتبول في العالم متبدل الجمعيات انتفرجوا فيهم في الاوروبا والتي انتفرجوا في الفلوس اكثر من المردود معنىتها راهو طوى احنا طوى قادين اي واحد يقولك عطيني ثلاثة نقاط المردود تاويجيه هذي قادم عشترش المنيار لاعبيت ما عشترش المنيار عطيني ثلاثة نقاط متاعي وردبالك وتايج لعبتكورة برش راهو الربح يجيب الجو ويجيب المنيار ويغطي الأغلاط ويغطي الأغلاط ويمشي الامور في جمعية القبار انا اخوية سرق سارة لتاوي بجي تقولي تنقضي المدارب اخوية وش يقولك عده خليه بد واضح وقتينيش كما قال اسلام نولي ونحكيه اه هذي ماناش حدش اللي احبته وثمونتاش والي وثلاثة عشرين اخوية غارت ذاكر معطى مهم جدا راهو النادي الافريقي مش تلعبوا حدها راهو النادي الافريقي تلعب تزموا نفسين يحذرونك ويعني يدرسوا نقاط الضعف ديري عملت مباراة كبيرة جدا على المستوى التكتيكي لو لا الاخطاء متاع التحكيم المحبولة كانت نجم تتغير نتيجة المباراة اما سليمان في وقت معين كانت افضل من نادي الافريقي لكل مستوية خاصة في الشمط الثاني ديما تعطيني اسيس ممتاز ليه معنا الحقيقة معنا تقال حضرنا مالك حاجة على سليمان اللي بالحق عملت ممتاز خاصة على المستوى الجماعي فريق العب برشاكورة شنو عاننا مالك عاننا اكسيان اكسيان دي يا ربي مقابلة ندري فريقي وسليمان يزمنا نعطيه حق سليمان كما قال اخوة يا احمد كما قالوا الناس الكل 200 عملت برشا بونتو محمد رايان الحمروني اسيست من منوبي حديد لانا اكسيان بتاع البونتو نرقاول هنا والد اسبرانز رايو الحمد والد حمد اي عبا قبل التراجي وبونتو ثاني مجهد زادة والد اسبرانز برزو برشا ملعباها من التراجي كيمشيوا السليمان ينجم يكون خاطر اقل اي عاننا اللقطة الهدف كما تشوفوا الهنا الحمروني السر السويتشينك ديجا اخذاء الكورة يعمل كنترول متاعو ويدخل الانتريور يلعب الباسكورت مع منوبي الحادات ومهمة برشا نحكيوا على تايمينج بالحق تايمينج والدوزاج انا عليش نقولك تايمينج والدوزاج كعمل الاريسيبسيون والكنترول متاعو منوبي الحادات برزو بك الدوزاج بتاع الكوريا استنى الابل دوبال متاع رايان الحمروني هذا اللقطة اللي برشا تاوليه موالاكس لكن كنشوفوا مع تامنوبي الحادات كان معناتا ويخوا راحتوا في الباس موالاكسيون كل اكسيون نجمو مثلا نحكيو الحاجة نحكيو حق المهاجم في نفس الوقت نجمو نحكيو على خطأ مدافع معتا فالنجم انا مثلا كنا عملك اناليز اللقطة هذي نجمو قولك دفاع النادي الفريقي كان استعمال الورجيو ممشيش الليني كيما يلزم ونخرج الهدف معناتها موش مستحق ونخرج غلطة النادي الفريقي لكن نحنا نجمو زادة نعملو اناليز الاناليز الليني في الخطأ امتعالي غريسي اللي سايب نجمو نعملو اناليز ركزو على الاخطاء كما نجمو نحكيو على الحاجة الاجابي خاطر نحنا زادة فهم مشكلة زادة في برشا يحلو شرطو مثلا انا كيب ناسيونال كيجي نحكي على نجمو نحتي حق للاتاق قبل ما نحكي على خطأ مدافع روتارو دونكل هنان خل نحكي على البونتو نحكي الحاجة الباهية في سليميل وبونتو يتقرن نحكيو على تايمين ونحكيو على 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 شواء وفينيسيون كيما خطلك يعمل باسكور تدخل الانتريور مع منوب الحاداد منوب الحاداد مهمة برشا التانداري اللي عملها استنى الابيل والتلب في البروفندور وفي ظهر الزاكسيو الحمروني وعمل اللوب ولكن مهمة برشا معتها كيفاش الديريكسيون بتاع الكور هي تعم في روتاسيون فهمتلا هنا يعمل لكتور للروتاسيون روتاسيون ذاك ازاد التوش تكنيك اللي عملها واللوب كل عادة نفس اللوب بتاع الباسني هي بيدة اللوب بتاع البونتو دونك بونتو تحفون البرشا كيما قولوا بلغتنا نحنا وبونتو ممتاز برشا أحمد كما كنت تحكيين تسليمين واللغت ايضا يتعادت برشا مرات شفنا دي كومبينيزون خلوين متاع خدمة المدرب والله المدرب شو؟ انا في تقديري فهمة فرق مش الفرق الكوبر المستنسيبه يعني تقريبا عنده فونجيو عنده طريقة لعب واضحة عنده معنات حاجات نشوفهم سورتنا خدمة مدرب بالحق مدرب سليمين هنا في تقديري فهمة ثلاثة اربعة مدربين من اكفة مريد يتفوقوا حتى عن مدربين الاجرين من جنبو تلاتونسيين لا مبدع مدرب بصراحة مبدع يعني كتشوفه سليمين لوموا في حاجة بر التصريح هناك يرزن شوية قولوا عايش خوية منسياش قولوا عايش خوية صغير برك الله عليك برك الله عليك برك الله عليك هوا يعرفوني يعرفني سليمول انا راني يقول الحق كان حاجة غالطة في النادي فريق لا ميجيش في تصريح مدرب يقول زوزه داف بالزهر حتى انتي سعاد تربح بالزهر حتى انتي سعاد برك الله عليك هو مدرب ممتاز اه عجبني ما خافش لعبة كاملة واقف فما مدربين اخرين يقبلوا زوزبونة ومع نادي كبير يمشي البنك ويخرج للجوانة ليه حتى التصريح ذاكر اسماني اسماني انا تبعت وربي بقى عليه ستر مليون ما اسمع ما نسويش سليمين خمسة ماتشويت ما خاطتش اول اخصار ما اسمع كي دي تحكي اليوم ثلاثة بنتويت في ميتون الاول ما عطا برشة لسليمين وانا حكيه حتى على المدرب ما كانش محذر ماتش ما تبقى عليه كنوية لا دفلو الخطة فما حاجات ديكلاراسيون ما نحبش ندخل في تفاصيل اخرى نعرفوا التعامل مع سليمين والتراجي شنوه ما بيناتهم هكا ولا ما عطا نعرفو كم لعبية تخدهم مش بدخل في تسرع بشغوله كيك المدربة ذات مانيت وزيدة يخرج كونتر التراجي ويحكي نفس الحكاية ما عطا فمت الحكاية كأنه هو اليوم حاجته بالنيدي الافريقي ما عطا نعرفو ما عطا نعرفو يا ديك الله يا ديك الله اسمعني وكأنه هو خطر يعرف العلاقة متاع التراجي واسليمين خرج في دي الكرار حبيتك تكون الينا اليوم ليازم اندخل على التراجي ما فهم حاجة اليوم ما عطا اليوم كي نحكي عن يدي الافريقي ويبون تويت بزار ميجيشك وعمريا وليك وطرنار ما عطا كأنه شبك ما قلش مقالية فد النجم عايش اختار التراجي انتي ببير نعرفو الكلوب والسلوسة كلنا نحكيلك اما الي حب اليوم يركب على الحادث بلغة اخرى حب اوك اعمل حاجة الي حب يربح بها جمال اخرى هدف التراجي ما كانوش ديفية هو ذاك المقصوص ما فان صريحوا من السلوسة في الدكراراسيون فيها نوع من البروكاسيون شو مروين فان مروين مروين ما كنوش قاسين عليه برشا ما كنوش قاسين عليه برشا هو مزل الالكسبرانس شو عندو عالبنك وينكن كان لانو العق مردود باي لكن ديما وشوفو عنا مدربين اكثر منو خبرة وساعات تمدلو ميكروها وفي جنبك تندم اللي عديتو لكن هو كلمة مدرب حتى الي هو اللي ماجلي هو بشي يقول يحكي كمدرب كان يحكي فنيا وتكتفكين وفلسلمات شو بعد يقول بالزرر في صحيح محصر كما قال ما كناش خايبين شو تصريحات بيتوني يعني تصريحات راقية زي تصريحات راقية جدا معنات مدرب كي يخرج يعرف شنو يقول اسلام خلنحكي حاجة عن مستوى الاتصالي بالنسبة النادي الافريقي وانا قلت انسرتامه مو النادي الافريقي دخل فك المعركة الاتصالية وقلنا ونروا النادي الافريقي بحاجة الى الهدوء شوفنا ما عنتا في الفترة الاخرية النادي الفريقي فهم نوع من الهدوء فهم تركيز كل لي على الميدان بعد النادي الافريقي على متسراتيجية المظلومية ونظارية الاستهداف والمؤامرة وكذا وح النادي الافريقي لأنه هذا اذا النادي الافريقي يحب يواصل في هذا النسق ويوصل ياهد البطولة يواصل على نفس هذا السياق وليخذر لي Lonely 62 في المراهات يركز على نفسه ويركز على اليفيكتيف متاعه ويركز على الميدان ويبعد على الهولي على فكرة ليه أنا نحكيه لك تاوا بالنسبة للمسار اللي ماش فيه اللي دي لفريق كنقدم وزا عنا برشا ما تشويت فقط معلومة في المقاولة فهمت تهجم شوية على الرئيس سليمان ومستقبل سليمان من بعض اللي كانوا موجودين من أحابين الافريق قالوا له تاوليت وتلاعبوا كورا كنت تراجي كنت تراجي لكم الموخرين نفس الكلام اللي لمحلو معانا تهامروين هذا يدقال لا أمو لا تشوية كنت تراجي فقط تقاوس حاليت ويجعلو مرشا ما تشويت ايه تقاوس مجيه ترجع تشوف فانتي اللي ماركة الهدف ضد سليمان ضد التراجي انتي فاش قام تخرج به هاو السوئل اللي يطرح نفسه كلنا ماركة الاسپيروس وسليمان اللي ترانجيه اللي ماركة البونت اللي ماركة ما يخرجش احسن جهور في المالعب شلانو تخرج عشر جهور تقول ليش بي ما يخرجش معانا تفهم حاجات ماروين والله يا التحليل لي مفيدها ما هو ش مفيد التحليلين ما تقرش في النواية تو انت تتطلب النواية تخرج وخاطر تحب الترجل تربحها يا ودي شو رئيسك انت اليوم لعبيت حاطر كيفية شلو معليك تخرس أحسن جهور مركيلك هدف اليوم كنت قدر الله معنا ترجعلك الاسبيلوج انت تعرف راش خرجه مثلاً اسماني يا رمو أسمع رانيكي لاحكي لاني هكي لنخبي هكي لك فهم حاجات معيش لوجيك بالكورو نعرفهم هذا ما تحامل يا ماروين وهذا لا يفيد المستمعين في شيء اذا كان نحبوا نحلو اهلا قلنا نتحلوه بنوع من الحياة ديه يزينا احمد يزينا احمد يزينا خلينا دخلو في التارف ونا نار واضحي نمشي وفاصل الموزيكة بعد نكمل نحكي بقيت المقابلات نجمو نتعديو نمشي وفاصل الموزيكة بعد نكمل نحكي بقيت المقابلات